اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وقال قائد الحرص الثوري حسين سلامي خلال مراسم ازاحة السطار عن الصاروخ تعزيز جوهر سياستنا الدفاعية وقد علمتنا التجربة والمنطق انه يتوجب علينا ان نكون اقوية ليس فقط من اجل هزيمة العدو بل من اجل منع حروب علينا واضوف سلامي قوة الجو فضاء في الحرص الثوري الايراني حققت تفرى في تكنولوجيا الصواريخ الجديدة وحربنا الحقيقية اليوم هي بناء وانتاج القوة والقدرة لنصبح اقوية وهذه الانجازات المتطورة هي المفتاح لدخولنا الى الفضاء في طالعة التكنولوجيا العالمية اليوم كان الجيش الايراني اجرى في نهاية ستمبر ايلون الماضي منورات عسكرية بالاشتراك مع الحرص الثوري الايراني في مدينة بندر عباس جنوب ايران حيث تم الكشف عن رأس حربي جديد مركب على صاروخ خر مشهر بعيد المدى كما تم استعراض 18 صاروخا باليستي في الاخير اذا اعجبك الخبر لا تنسى دعمنا بلايك والاشتراك وتفعيل الجرس